زمالك على مدار الساعات اللي فاتت كسف جدا مفاوضاته مع محامي اللعب المغربي خالد بطيب عشان يجا دوله مستحقاته المتأخرة اللي هي 2.400.000 يورو وبسببها تم اقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك الزمالك عرض دفع المبلغ على 3 اقصات لكن محامي بطيب رفض الامر تماما رفضوا تماما الزمالك حاليا بيعمل محاولة اخيرة مع المحامي اللي اقناعه بجدولة المبلغ والمستحقات على قسطين بحسن مصادرنا في ترحيب مبدئي بالفكرة دي انها تبقى على قسطين فقط مش 3 اقصات ولسه ما تمش حسم هذا الامر لايكون فعون نادي الزمالك دايما داخل في قصص ودايما داخل في حكايات وللأسف ازمات